كلنا بنحب المكارونا باختلاف أشكالها وأنواعها لكن المكارونا بالبشاميل ليها حب من نوع خاص في لمة العيلة أو الصحاب لازم تبقى موجودة في وسط صفرتنا وصفة النهاردة هي المكارونا بالبشاميل معاكم راشا حامد والنهاردة هقولكم أسرار عمل الطعم المميز جداً للمكارونا بالبشاميل مش هتعملوا جربة الطريقة دي على فكرة بس ياريت لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك يلا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير أول حاجة هنحضرها هي خلطة اللحمة المفهومة ودي كل المكونات اللي احنا هنحتاجها بالنسبة لللحمة اللي أنا استخدمتها استخدمت لحمة بيف الكمية دي حوالي 600 جرام نسبة الدهون فيها حوالي 10% مش أكتر وكمان استخدمت 3 بصلات بصل أبيض بصل أبيض مش أحمر وكمان استخدمت معلقة كبيرة من صلصة الطماطم وكمان واحد بس فلفل أغضر ومعلقة كبيرة من السمنة أو الزبلة بالنسبة البهرات اللي استخدمتها معلقة صغيرة من الجنزبيل نص معلقة صغيرة من القرفة ومعلقة كبيرة من السبع بهرات ومعلقة صغيرة من الملح وكمان رشد فلفل أسود وعود من الزعتر الفريش بيفرق جدا في الطعم ده بقى المكون السحري اللي بيفرق جدا جدا في طعم اللحمة المفهومة هو الطمر هندي البوري أو معجون الطمر هندي تمام؟ هقول لكم الكمية لنستخدمها دلوقتي دي كل المقادير اللي احنا هدهتجا بالنسبة بقى لطريقة التعذير في تصص صخنة على النار نزلت أول حاجة بمعلقتين السمنة وبعد كده باللحمة المفهومة اللحمة الأول مش البصل تمام؟ وقلبتهم 3 دقيق لحد ما يتغير لونهم بالمنظر ده وبعدين نزلت بالبصل البصل على فكرة أنا استخدمت بصلتين حاسة أنه كان كفاية قوي على 600 جرام اللحمة وهقلبهم كويس جدا لحد ما البصل يختفي مع اللحمة دلوقتي بقى هنضيف البهارات اللي احنا اتفقنا عليها وهنقلب كله كويس جدا مع بعض وهنحط كمان معلقة من معجون طمر الهندي وهنقلب كويس جدا جدا مع بعض وبعدين هنضيف معلقة الصلصة أو ممكن نحط طماطم يعني ممكن معلقة صلصة أو طماطم بس أنا بحب الصلصة يعني وآخر حاجة هنضيفها الفلفل هو قرن واحد بس مش أكتر بس فعلا بيفرق جدا في الطعم وبعدين هضيف نص كوباية من الميا ميا عادية من الحنفية وهنقلب كله كويس جدا مع بعض وهنوطي النار خالص وهنغطيه وهنسيبه حوالي ربع ساعة تهديد النار سر من أسرار عصاجة اللحمة بتفرق جدا في الطعم وطبعا نضيف الملح لحد ما اللحمة تستوي هنحضر صوص البشاميل الجبار مش عايزين نضيع وقت هنحتاج نص كوباية من السمنة ونص كوباية من الدي لازم الكمية تبقى متساوية وكمان هنحتاج مكعب مرأ الدجاج أو بداله كوباية من شربة الفراخ وكمان محتاجين لتر من اللبن كامل الدسم ونص كوباية من كريمة الطبخ أو أي نوع كريمة انتوا عايزين بالنسبة البهرات اللي أنا استخدمتها معلقة كبيرة من البصل البودرة وربع معلقة صغيرة من جسط التيب وكمان ربع معلقة من القرفة ومعلقة صغيرة من الملح وورقتين من الغار وما ننساش رشة الفلفل اسود وده نوع المكارونة اللي أنا استخدمته 500 جرام هو مكارونة على شكل ألم هنيجي بقى نشوف طريقة التحضير فحل على النار هنطيف معلقة صغيرة من الملح وكيس المكارونة 500 جرام وهنقلبهم كويس جدا مع بعض وعايزينهم يستوي حوالي 90% مش أكتر من كده وده برضو سر من أسرار نجاح المكارونة بالبشامل أول ما خلاص استوى بنسبة 90% هنبدأ ناخد حوالي نص كوباية من مية سلق المكارونة هنخليها على جنب وهنصف المكارونة وهنخسلها بمية ساعة وعشان تبقى جاهز بالنسبة لصوص البشامل هنحط نص كوباية السمنة أول ما يبدأ يسخن هنضيف مكعب مرقة الدجاج وهنقلبهم بس تقلبتين خفاف كده مع السمنة وبعدين هننزل بنص كوباية الدقيقة وهنقلبهم بالضبط المدة الدقيقة مش أكتر بس لازم نفضل نقلب فيهم ما نسيبهمش عشان ممكن في اللحظة دي انهم هيتحرقون بعد ما وصلوا بالشكل ده هنمطق نضيف نص كوباية المية بتاعة سلق المكارونة هنضيفها بالتدريج أي حاجة هنضيفها على الدقيقة لازم تبقى بالتدريج عشان الدقيقة ما يكلكعش مننا ونلاقي سوصل بشاميل جواهة كلكية صغيرة ومش هتبقى زاطيفة خالص يعني هنضيف اللبن واحدة واحدة واللبن بالمناسبة لازم يبقى بارد مايفعش لبن سخن خالص هنبدأ نضيف بالتدريج أول ما نلاقي ان اللبن اختفى هنبدأ نضيف لبن تاني لحد ما نخلص لتر اللبن هنضيف بالتدريج مع التقليب مايفعش نروح نعمل البشاميل ونروح نعمل حاجة تانية لازم نفضل معاه وجنبه لحد ما يبقى مزبوط هنفضل نضيف بالتدريج بالمنزر ده بالمناسبة لتر اللبن كان حوالي 4 كبايات ونص من اللبن البارد بعد كده هنضيف نص كباية من الكريمة واخر حاجة هنضيفها هي التوابل اللي احنا اتفقنا عليها وكله ده هنقلبه على نار وسط لحد ما نتأكد ان دي استوى هنعرف ازاي دي استوى لما يوصل للقوايم ده في الوقت ده هنسيبه يرتاح 5 دقايق بعيد عن النور لازم نسيبه يرتاح شوية قبل ما نبدأ نحضر الماكرونا بالنسبة بقى لتحضير الماكرونا هنجهز صانية وانا افضل صانية البايركس بتدي نتيجة حلوة جدا بعد السوا بنفرد حوالي معلقتين كبار من البشاميل وكمان هنضيف شوية بشاميل على الماكرونا نفسها عايزينها تبقى غرقانة في صوص البشاميل بعد كده هنبدأ نفرد الماكرونا ونتأكد ان هي مفروضة كويس جدا وبعد كده هنضيف كمان معلقتين من صوص البشاميل عشان عايزينها تبقى متغطية بالبشاميل من كل النواحي وبعد كده هنضيف اللحمة المفرومة اللي احنا قريدي خلاص عصبناها هنغطيها كويس جدا بحيث ان اللحمة تغطي كل الماكرونا وبعد كده كمان رشة من الجبنة انا استخدمت كبنة موزرلة وجبنة تشيدر يعني رشة خفيفة الاوبشن ده اختياري بس فعلا بيفرق في الطعم جدا وكمان طبقة من الماكرونا بس ياريت نخلي الماكرونا على قد الصينية بلاش نخلي الماكرونا اكتر بكتير من الصينية لاني هنلاقي البشاميل بيقع وهنلاقي منظر الماكرونا في الاخر مش ضريف خالص في الوقت ده هنشغل الفرن على درجة حرارة 200 لاني مجرد من خلص هندخلها الفرن على طول حطينا دلوقتي طبقة البشاميل التانية ولازم طبقة البشاميل تغطي كل الماكرونا عايزين مكرونة كلها تختفي مش عايزين نشوفها خالص هنوزع البشامل كويس جدا واخر حاجة بقى ميكس الجبن اللي انتو بتحبوا انا حطيت جبنة تشيدر وجبنة موزاريلا برضو بعد ما نخلص على طول هندخلها الفرن بتاخد حوالي 20 دقيقة مش اكتر هنعرف منين نلاقي وشها يحمر ودي بقى منظرها اول ما طلعت من الفرن اول ما تطلع من الفرن استنوا عليها بس روبع ساعة بس عشان لما تكلوها تبقى قطعة متمسكة زي ما بدأ كلها من برد وبكده خلاص خلصنا وصفة النهار ده اتمنى تكونوا عرفتوا كل اسرار وعمل المكرونة بشامل ياريت لو عجبكم الفيديو تضسوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد واشوفكم قريب جدا على خير ان شاء الله باي باي